بسم الله والحمد لله والصلاة والسلامة على رسول الله وبعض ازايك يا سنة 5 عاملين ايه يربو كلكم تكونوا بخريحة بعيب النهاردة ان شاء الله هنشرح مع بعض listen to three من كتاب المعاصر هنشرح الدرس التاني في الوحدة التالتة من كتاب المعاصر وقبل ما نبدأ ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليوصلكوا كل جديد ولو فاتكوا اي حاجة من الفيديوهات اللي فاتت ادخلوا على قوائم التشغيل واختاروا قيمة تشغيل سنة 5 من كتاب المعاصر وهتلاقوا عليها كل الفيديوهات ونبدأ على طول في شرح الدرس التاني ونقول بسم الله الرحمن الرحيم هنحل اسئلة الدرس التاني في نفس الفيديو عندين مجموعة من الكلمات بعنوان everyday household chores everyday household chores يعني المهام المنزلية اليومية يعني daily activities daily activities يعني انشطة يومية افعال من مرسها كل يوم تاني بقول لي listen and repeat listen and repeat يعني استمع اردد everyday household chores يعني المهام المنزلية اليومية زي ايه يرتب السرير make the bed make the bed make the bed make m-a-k-e that-t-h-e bed b-e-d بنقسم الكلمة كل الكلمة بتمر علينا لازم نحفظها نطق وسبلن make the bed make the bed يطرم الحيوانات الاليفة feed the pits feed the pits feed the pits feed f-e-e-d the t-h-e pits p-e-t-s ياكلوس الارضية ياكلوس ارضية الحجرة sweep the floor sweep the floor sweep the floor sweep s-w-e-e-b the t-h-e floor f-l-o-o-r يبقى بنقسم كل كلمة علشان نحفظها نطق وسبلن بعد كده يخرج او يتخلص من القمامة take out the rubbish take out the rubbish take t-a-k-e out o-u-t the t-h-e rubbish r-u-b-b-i-s-h تكون بغسل الملابس do the laundry do the laundry do do the t-h-e laundry la-u-n-d-r-y la-u-n-d-r-y يعلق الملابس hang up the clothes hang up the clothes hang h-a-n-g up u-b the t-h-e close c-l-o-t-h-e-s بعد كده يضع البقولة في مكانها المناسب put away the groceries put away the groceries put beauty away a-w-a-y the t-h-e groceries g-r-o-c-e-r-i-e-s بالقسم الكلمة بعد كده يجهز المائدة أو يعد المائدة set the table set the table set the table set the t-h-e table t-a-b-l-e نقولهم كمان مرة repeat after me يرتب السرير make the bed make the bed يطعم الحيوانات الأليفة أو الحيوانات المنزلية feed the bits feed the bits يكنص الأرضية sweep the floor sweep the floor يتخلص من القمامة take out the rubbish take out the rubbish تكون بغسل ملابس do the laundry do the laundry يعلق الملابس على شماعة hand up the clothes hand up the clothes نضع البقلة في مكانها المعتادة أو مكانها المناسب put away the groceries put away the groceries يعد أو يجهز المائدة set the table set the table نشوف الصفحة اللي بعد كده بعد كده جابنا مجموعة من الأفعال الغير منتظمة بنقول عليها بالانجلش regular verbs لازم تحفظوها كويس جدا لازم نبقى عارفين شكل الفعل في الماضي عامل يزاي احنا طبعا دسة دلوقتي واخدين مجموعة كلمات مركبة من verbs and nouns يعني أفعال تأتي مع أسماء زي مثلا make the bed make كده فعل the bed كده اسم يبقى verb and noun هو ممكن في الامتحان يجيب للنون يعني زي بد والأخطار الفعل هو make بس مش دايما هنلاقي الفعل في المصدر يعني مش دايما هنلاقي make make بنفس الشكل ممكن نلاقي make مصرفة في أي زمن النهاردة بقى هنعرف شكل الأفعال اللي احنا اخدناه في الدرس في زمن الماضي البسيط لازم تبقى عارفين شكل الفعل عامل يزاي في الماضي علشان لو الجملة بتدل على الماضي البسيط هنختار الفعل المصرف في زمن الماضي البسيط أول فعل عندنا يرتب أو يصنع make طبعا الماضي بقى عايزة أقول رتبه في الماضي made make made يقرس sweep swept sweep كده مصدر أو مضارع لكن swept كده ماضي sweep swept يفعل do dead do dead يضع شيء في مكانه المعتاد put away put away هنا الفعل لما حاولناه الماضي نفس الفعل هو هو نفس الحروف ونفس النطق بس طبعا أنا بحكم على الفعل سواء بقى مضارع أو ماضي حسن موقع في الجملة يعني لو الجملة فيها كلمة بتدل على زمن الماضي البسيط يبقى كده put في الماضي لو الجملة بتدل على المضارع يبقى كده put في المضارع بس طبعا الحروف هي هي والنطق هو هو بس المعنى هيتغير من الجملة لجملة يعني كده يضع لكن هنا وضعه في الماضي put away put away بعد كده يطعم feet fed feet fed يجهز أو يعد يجهز أو يعد set 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 يعلق hand up hand up hand up hand up يخرج أو يتخلص من طبعا لو قلنا يتخلص منها كماما هنحط كلمة ربش لكن لو عايز أقول يتخلص منها هقول take out take out حسب بقى الحاجة اللي احنا ايه هنكتبها بعد take out طيب كده الفعل مضورة عايز أحاوله اللي ماضي بقى talk out take اللي ماضي لها talk take out talk out بعد كده language functions وصقف لغوية بتتكلم عن ايه بقول لي طبعا لو أنا هرنى على اي حد من صحابي او قريبي هتصل بأي حد يعني اول ما طبعا ما اتكلم هقولي hello hello يعني مرحبا انا هقول hello مرحبا الرد عليها برضو hello يعني لو حد قال لي hello في التليفون انا هرد عليه وقوله hello مرحبا يبقى الرد علي hello هي هي hello طيب بعد كده لو انا عايز أسأل بقى عن الشخص اللي انا عايز أكلمه سواء بقى حد من صحابي او حد من قريبي هقول ايه هقول is وبعد كده اسم الشخص اللي انا بقى سأل عليه وبعد كده زير يعني مثلا لو انا بسأل على واحد اسمها مونة هقول is مونة زير المعنى بقى ايه هل مونة موجودة هل مونة موجودة يبقى اول حاجة هبدأ بis وبعد كده اسم الشخص اللي احنا عايزين نتكلمه عبر الهاتف وبعد كده زير جاب لي مثال بقول لي هلو مرحبا is سامح زير يعني هل سامح موجود هلو مرحبا is سامح زير هل سامح موجود طيب لو الشخص ده بقى مش موجود لو الشخص مش موجود او مثلا النمر خطأ هنقول لي ايه i am sorry انا اسف او انا اسف you have the wrong number لقد اتصلت برقم خطأ يبقى لو انا اتصلت برقم خطأ الشخص اللي هيرود عليها هيقول لي ايه i am sorry انا اسف you have the wrong number يعني لقد اتصلت برقم خطأ بعد كده بقول لي listen and point يعني استمع واشرق المتحدثين عبارة عن محادثات صغيرة هنا ايه بقول لي بي let me help you يعني دعيني اساعدك they are heavy انهم ايه سقال بعد كده بي ردت عليه وقالت له thank you شكرا be careful كن حريص فطبعا ايه رد عليه وقال لها no problem لا توجد مشكلة i am strong انا قوي عندنا محادثة ثانية بين a و b طبعا دي عبارة عن محادثة تلفونية a بقول hello مرحبا رد عليه بي وقال له hello السامح there هل سامح موجود رد عليه ايه وقال له i am sorry انا اسف you have the wrong number يعني لقد اتصلت برقم خطأ بعد كده بقول لي write the weirdest اكتب الكلمات طبعا هنا بقول لي what did سكرة find يعني ماذا وجدت سكرة طبعا في هنا فراشة في الصورة هنقول about the flow يبقى السكرة found about the flow يعني وجدت سكرة فراشة بعد كده عندنا مجموعة من choose على الدرس هنحلها مع بعض بقول لي exercise on vocabulary يعني هنا تمرين على الكلمات او تدريب على الكلمات بقول لي choose the correct answer from a b c or d بنختار الاجابة الصحيحة number one my mother هتبقى hung up the close ليه نختارن hung احنا اخدنا في الكلمات دلوقتي قلنا يعلق الملابس على شمع hang up the close بس الفعل كده جه في الماضي وقولت لكم لازم نبقى عارفين شكل الفعل في الماضي عامل ازاي لان مش دايما هنلاقي الفعل في المصدر ممكن نلاقيه في الماضي زي كده يبقى hung الماضي hang number two sweep the floor it's not clean طبعا احنا اخدنا كده تركيبة دلوقتي في الكلمات بتقول sweep the floor يعني نضف الأرضية يبقى هنا هنختار sweep number three she made the bed يسر دي احنا باخدنا في الكلمات make the bed يعني يرتب السرير بس هنا جاب للفعل في الماضي make الماضي لها made يبقى she made the bed ايه اللي عرفنا ان الفعل في الماضي كلمة يسر دي من الكلمات الدل على الماضي البسيط number four we set the table for dinner هنا احنا اخدنا الفعل اللي بيجي مع the table هو set بمعنى يجهز المائدة او يعد المائدة we set the table for lunch يعني نحن نجهز او نعد المائدة للغداء وبكده يا حباب نكون انتهينا من شرح الدرس التاني مع حال الاسئلة اسفك فرعات الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته